والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع ميرفاة المليجي إليك ميرفاة شكراً هبة شكراً يوسف وأهلاً بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد أكدت وزارة البترول العمل على زيادة الاحتياطات البترولية من خلال ترحي المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلية وخلال ترأس الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أشار وزير البترول طارق الملة إلى أن هناك احتمالات بترولية جديدة وجيدة في منطقة البحر الأحمر حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات للبحث في تلك المنطقة مع قبريات الشركات العالمية أكد وزير الدولة الإنتاج الحربية محمد صلاح أن مصر بذلت جهوداً عديدة لجزب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع مختلف الدول وقد جاء بالك خلال استقباله سفيرة شيكي بالقاهرة بهدف بحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدنية نتحول إلى أسواق المال حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعملات حيث تجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687 مليار و300 مليون جنيه وسط التدولات كلية بلغت نحو 434 مليار و700 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 منخفضاً بالنسبة 68% وفتح عند 9895 نقطة وأغلق عند 9827 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 2209 نقاط وأغلق عند 2243 نقطة مرتفعاً بنسبة 51% وفتح مؤشر EGX100 أوسعاً طاقاً عند مستوى 3140 نقطة وأغلق عند 3176 نقطة مرتفعاً بنسبة 51% نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 19 جنيهاً و44 قرشاً للشراء و19 جنيهاً و55 قرشاً للبيع اليورو 18 جنيهاً و74 قرشاً للشراء و18 جنيهاً و86 قرشاً للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيهاً و97 قرشاً للشراء و22 جنيهاً و10 قرشاً للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 5 جنيهات و29 قرشاً للشراء و5 جنيهات و32 قرشاً للبيع في حين وصل أريال السعودية إلى 5 جنيهات و17 قرشاً للشراء و5 جنيهات و20 قرشاً للبيع نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة حيث تخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام متأثرة بارتفاع الدولار وكذلك عائدات سندات الخزانة الأمريكية فقد سجل المعدن الأصفر اليوم 1641 دولار للقية أما محلياً فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 969 جنيه عيار 21131 جنيه عيار 24 سجل 1292 جنيه في حين وصل الجنيه الذهب إلى 9048 جنيه نتحول إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت فيها أسعار النفط بالشكل طفيف وذلك بعد أن تراجعت إلى أدنى مستويتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار وكذلك ما خاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضطرار بالطلب على الوقود وقد اتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنحو 82% ليسجل 86 دولار و32 سنة للبرميل أيضاً خام غرب تيكساس الوسيط ارتفع بنسبة 3% ليسجل 78 دولار و95 سنة للبرميل أما سعر الماضي فقد هبطت أسعاره عالمياً بالنسبة 2% لتصل إلى 3 دولار و94 سنة لللتر وقد انخفض الغاز الطبيعي أيضاً بالنسبة 92% يسجل 6 دولار و77 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الصين تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وذلك وستراجع الطلب على البضائع الصينية على الرغم من اقتراب موسم الأياد وتراجعت شحنات ميناء شنجهاي بالنسبة 8.4% في أغسطس مع انخفاض عدد الحاويات بنسبة 3.4% وتشير التوقعات إلى قيمة الصادرات الصينية ستستمر في التباطئ نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لهبا ويوسف إليكم أشكرك ميرفك